كابتن مباراة صعبة جدا لكن على أرض الواقحية ليست مستحيلة العراق بمكانته بأرثه بتأريخه قد يفعل شيء أمام الفريق الكوري الجنوبي المنتشي من فوز على الأردن قبل أيام بسم الله الرحمن الرحيم تحية لحضرتك وكل مشاهدي لسعوديو برنامج كراد سعوديو الملاعب والكابتن القضية كابتن جليل كابتن محمد هي كل المباراة صعبة ثاني شيء سنواجه كل الفرق الموجودة في مجموعتنا إذن كلهم لازم تحسب لهم كثير من العسابات خاصة مثلا فريق مثل حجم منتخب كوريا منتخب كوريا فريق منظم فريق وجود أكثر من 8 لعبين إلى 10 لعبين هم يلعبون بالدوريات الأوروبية وبأقوى الدوريات كذلك يعني هم منتخب جاء بعد انتكاسة في أمم آسية صحيح يعني بمستوى غير جيد عاد تنظيمه بمدرب محلي الآن هو دا يمشي بالطريق الصحيح خاصة يعني تعثر في بداية المشوار لكن استطاع أن يفوز في مبارتين خارج أرضه صحيح يعني إذا تكلمنا من الجانب الفني على المنتخب الكوري منتخب جيد منظم يلعب في نظام لعب 4231 بناء اللعب يبني من الخلف بكل سهولة وبكل سلاسة وبصعود تدريجي ما عنده مثلا مثل باقي الفرق عملية الكرات الطويلة يمتلك لاعبين على مستوى عالي خاصة في الثلث الهجومي الاحتماد على رقم 18 لي كان سون حسب ما سمعنا راح يلعب في هذه المباراة بعدها صابت يتشان اللاعب سونق رقم 10 أنا حسب ما عرفت هو مصاب لكن حتى البديل مالته هو نفس قيمته لهذا هم يعتمدون على الرباعي الأمام الوسط مع المهاجم الثلاثي يعني زائد المهاجم رقم 9 كيو اللي هو هداف بالإضافة إلى مساندة لاعبين الوسط الأكثر هو هوانك يعني ولهذا المنتخب الكوري تبين قوته بالترابط الخطوط يعني حتى في عملية البناء من يصعد يصعد تدريجي بناء منظم سهل يلعب كرة سهلة يصعد تدريجي بتقارب الخطوط اللي موجودة ولهذا احنا شاهدته حتى في المباراة الأخيرة أمام الأردن قوة المنتخب الكوري تكمن في الجوانب ما يخترق من العمق لكن الجوانب اللي عنده اليمين واليسار قوة غير غير يعني بالمناسبة يعني أنا أضيف لكلامك أنه هذا الفريق ترسال لتسع سنوات هم نفس الأسماء تقريبا نفس الأسماء لذلك هم عندهم في ميزة كبيرة هي ميزة الانسجام في باين أكيد أكيد هم منسجمين يعني لأن أهلا مثل رقم 18 وحتى السون والأغلبية حتى المدافعين لو تلاحظ في المباراة الأخيرة أعلى النسب هم ماخذين بالتقييم يعني سبعة بوين تسعة اللي هو سون رقم عشرة حتى الحارس أخذ سبعة بوين تلاثة أو أربعة لهذا اللي تحسهم فريق منظم فريق يعرف يطبق واجبات هاي المنتخبات هاي المنتخبات تطبق الواجبات الهيد كوش بكل حذافيرها من الناحية الجماهيرية ومن الناحية الدفاعية هاي المنتخبات